يقول عند المرور بآية فيها سجدة فهل يشرع للقارئ والسامع أن يسجد أو إنما يسجد القارئ فقط يستحب أن يسجد المستمع ما هو بالسامع الاستحباب للقارئ وللمستمع اللي قصد الاستماع أما لمرة الآية يسمعها ويمشي ما قصد الاستماع هذا لا ما يستحب له السجود ولهذا قالوا استحبوا للقارئ والمستمع دون السامع نعم